اشتركوا في القناة تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالسفراء واستعرض معهم مسيرة العلاقات التاريخية الأخوية المتميزة التي تربط مملكة البحرين بشقيقاتها الدول العربية مشيدا جلالته بما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور وتقدم في المجالات كفة وأكد العهل المفدى حرص مملكة البحرين وسعيها الدائم لتعزيز وتنمية علاقاتها مع الأشقاء العرب وتطويرها وصولا إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل الأخوية المشترك تحقيقا للأهداف والتطلعات المنشودة تحت مظلة جامعة الدول العربية كما أثنى جلالته على الدور الذي يقوم به السفراء العرب وجهودهم الطيبة لتوثيق وتطوير التعاون والتنسيق بين الأشقاء العرب بما يسم في تعزيز مسيرة العمل العربية المشترك وخدمة القضايا العربية كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع والتطورات الرهينة على الساحة العربية وما تشهده المنطقة من أحداث ومستجدات وقد كلف جلالة الملك المفدى السفراء العرب بنقل تحياته وتمانياته إلى إخوانه قادة الدول العربية ولدولهم ولشعوبهم الشقيق المزيد من التطور والتقدم والإزدهار حذر المقابلة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى